السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكو هو السلسلة الجديدة في شاومي بعد سلسلة الربمي وسلسلة مي ذكرياتنا كانت جميلة مع البوكو الاولاني خالص بوكو F1 اللي كان فلاكشيب ولكن بسعر إلاي القوي والنهاردة معدنا مع بوكو جديد او تليفون جديد في الفئة المتوسطة مواصفاته حلوة جدا وبرضه سعره كويس النهاردة معدنا مع البوكو اكس ري ان اف سي نفسي عرف ايه الحكمة في تسمية الان اف سي ونسخة تانية مفيهاش ان اف سي فاسمها بوكو اكس ري بس يعني ايه الحكمة في الموضوع دوت مش عارف الصراحة وليه في نسخة كده ونسخة كده برضه مش عارف ولكن النهاردة خلونا نتكلم بنظرة سريعة عن التليفون لانه هو وصلني متأخر وللأسف بدأ انه هو يباع وناس كتير اشتريته والمفترض ان هما اللي يعملوا المراجعة عليه المستخدمين بتوعه لكن النهاردة انا هتكلم على استخدامي 3 ايام وانطباعي عن التليفون في التلات ايام دول وفي نفس الوقت هحاول اكون محدد اوي في حاجات كتير ناس اتكلمت فيه قبل ما ابدأ الكلام على التليفون خلوني اكلمكو عن سبونسور بتاع الفيديو بتاع النهاردة موقع وفر اكس موقع وفر اكس طبعا في فترة العروض اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بيوفرلك كاش باك على كل المشتريات بتاعتك اللي هتشتريها من المواقع المدعومة اعمل حساب على موقع وفر اكس واول ما هتعمل حساب هتاخد 2.5 دولار بعد كده هتلاقي مجموعة كبيرة جدا من المواقع ادخل على الموقع اللي انت قررت انك تشتري المنتجات بتاعتك منه وبعد كده كمل عملية الشراء تسجيل الدخول والشراء وبعد ما تخلص الشراء هترجع لموقع وفر اكس هتلاقي اضاف الكاش باك بتاعك الكاش باك تقدر انك تسحبه كل 3 شهور بوسائل متعددة منها فوري وفودافون كاش وحسابك البنكي وحاجات اخرى حساب لكو اسفل الفيديو رابط للاشتراك في موقع وفر اكس لو اتكلمت على التصميم بتاع التليفون فهو ممكن هنا ينقسم لجزئين جزء حلو قوي وجزء يعني عليه كلام الجزء الحلو الشكل بتاع التصميم بتاع الضخر اولا اللون بتاعه اللي معايا اللون الازرق شكله حلو قوي كلمة بوكو اللي بالحجم الكبير برضو شكلها حلو وفي نفس الوقت الدزاين بتاع الكاميرا بالرغم انه هو بارز قوي عن جسم التليفون وبشكل مستطيل ولكن الدايرة اللي مرسومة حوالين الكاميرات خلت الشكل يعني خرج شوية برا السندوق بتاع النمط الطبيعي السائد في الفترة حالية فالتصميم بتاعه في الظهر شكله حلو وده الجزء الحلو في التليفون الجزء اللي ممكن يكون عليه كلام ان التليفون ساميك قوي والبروز بتاع الكاميرا كبير قوي صحيح الجراب لما بتحطه عليه بيداري القصة دي ولكن لازال التليفون ساميك وحجمه كبير قوي ولكن الحجم الكبير ده بيخلينا نشوف شاشة بحجم حلو جدا والكاميرا اللي محفورة فيها ما بتبقاش يدوبك بينها وفي نفس الوقت بتديك راحة كده في مشاهدة المحتوى والناس كتير قوي بتفضل ان هي يبقى معاها تليفون الشاشة بتاعته حجمها كبير علشان تقدر ان هي تستفيد بالاستخدام بتاعها في لمبة اشعارات موجودة فوق في السماعة بتاعت المكالمات بتظهر وقت ما يجيلك اشعار يعني ممكن انت في اول نظرة كده تحس ان التليفون بدون لمبة اشعارات لحد ما تلاقيها فجأة بتنور كده لو جالك اشعار الشاشة التردب بتاعها 120 هرتز وده طبعا نقطة مميزة جدا والشركات كلها بتحاول ان هي تلقي الضوء على الموضوع ده ولكن صدقوني من وجهة نظري انا لما بجرب تليفونات 120 هرتز او 60 او 90 انا ما بحسش باختلاف وخصوصا ان احيانا بيكون في الوجهة بتاعت المستخدم ممكن هي اللي تخليك تحس ان التليفون سالس في التعامل او تخليك تحس ان ما فيش اي فرق فما تحاولش ان انت تحط الموضوع ده في دماغك لو قررت انك تشتري تليفون يعني ما تخلهوش هدف ان انت تختار تليفون 120 او 90 او حتى 60 الامر ده ما تخلهوش يشغل بالك تماما متعة المشاهدة مع الشاشة الكبيرة اكيد بتزيد مع وجود سماعتين استيريو وهنا التليفون فيه سماعتين استيريو صوتهم عالي جدا الجودة بتاعتهم فوق المتوسط ولكن المشكلة ان الصوت عالي جدا وليه بقول مشكلة لاني حسيت اثناء استخدام السماعات سواء كان في مكالمة خصوصا السماعة اللي فوق لو انا بعمل مكالمة انا حاسس ان الزبزبات بتاعت السماعة في المكالمة مأسرة على الظهر يعني وانت ماسك التليفون في ظهر التليفون تحس ان فيه زبزبة بتاعت السماعة تخيل بقى لما تيجي تشغل فيديو ويكون فيه موسيقى صاخبة او صوت عالي جدا تحس ان الظهر عمال بيترج من كترة الزبزبة بتاعت السماعة الحقيقة مش عارف اذا كانت دي ميزة واللعيب ان سماعة المكالمات صوتها عالي قوي لان انت لما بتيجي تسمع حاجة فبيكون صوتها واضح كأنها سماعة خارجية بالفعل ولكن معرفش خلي بالك وانت بتعمل مكالمة لان صوتك هيكون مسموع من ظهر التليفون انا في مرة حطيت التليفون من ظهره انا سامع صوت المكالمة عادي جدا والطرف الاخر سامعوك بكل وضوح وبمناسبة المكالمات فالتليفون ده فيه تسجيل مكالمات لاني قريت ان بعض الناس اشتكت ان مفيش تسجيل مكالمات والبعض قال لا ده فيه تسجيل مكالمات فيه تسجيل للمكالمات ولكنه بيشتغل يدوي يعني مش هشتغل بشكل تلقائي اول ما تبدأ المكالمة اول ما تبدأ المكالمة انت محتاج انك تدوس على تسجيل المكالمة يمكن ده في النسخة اللي معاي الله اعلم هل هم فيه نسختين ولا لا لإني شفت ناس بتقول إن ما فيش فيه تسجيل المكالمات النقطة اللي لازم تاخد بالك منها إنك حتقدر إنك تبدأ تسجيل المكالمة لكن مش حتقدر توقف تسجيل المكالمة يعني مش حتسجل جزء من المكالمة لأ أو لما تبدأ تسجيل المكالمة مش حتقدر توقفها إلا لما تقفل المكالمة علشان يتم إيقاف التسجيل كالعادة شاومي طبعا بيكون متفردة بإنها تضيف حاجات مش موجودة في تليفونات نهائي ويمكن كانت موجودة في تليفونات او شركات قبل كده وخلاص انعدمت ولا زالت مش موجودة غير في اجهزة شاومي فقط واهم النقاط ديت او اهم الامور دي الانفرا ريد ريموت وعلشان تقدر ان انت تستخدم التليفون بتاعك كريموت لأي جهاز من الاجهزة المنزلية بتاعتك اثناء ما حتستخدم التليفون لأول مرة لو ما كنتش انت جربت الموضوع ده قبل كده فحتحس لدي التليفون بيتهز في ايدك اول استخدام ليك لو كانت ديتا جروبتك الاولى انت هتستغرب ولكن ما تستغربش دي حاجة اسمها الهابتك فيدباك يعني ايه يعني اول ما توصل لنهاية القيمة حبص تلاقي عمل فيبريشن خفيف كده علشان يعرفك ان دي نهاية القيمة اول ما تيجي تستخدم حاجة معينة تبص تلاقي ترجي في ايدك شوية كده فما تقلقش خالص ده امر لزيز وموجود في تليفونات غالية زي السامسونج وزي الايفون فوجوده في تليفون في الفئة المتوسطة اعتقد انه هو امر مميز التليفون طبعا جاي بعتاد قوي في الفئة المتوسطة هو موجه لمحب الالعاب ومحب استخدام البرامج الكتيرة او الاستخدام الشاب التليفون بيجي باقوى معالج تقريبا موجود في الفئة المتوسطة سناب دراجون 732 جي وبييجي بزاكرة 128 جيجا و6 جيجا بايت رام الوجهة الجديدة بتاع شاومي ميو اي 12 والحقيقة مع الاستخدام فترة 3 ايام ما اقدرش ان انا احكم عليها قوي الموضوع محتاج فترة اطول من كده بكتير علشان استخدمها ولكن نظريتي الاولى للوجهة الحقيقة انا فان قديم قوي لشاومي وللوجهة بتاعت شاومي من زمان من قبل ما تعمل تليفونات فمش عارف انا الواحدي كده ولا في حد ممكن يتطفق معايا في الرأي ان انا مايل وبحب الوجهة القديمة عن الوجهة الجديدة مش قادر استسيغ الوجهة الجديدة مش عارف ليه الوجهة الجديدة فيها انيميشنز كتيرة قوي وتحسسك بسلاسة في الانتقال قوي ولكن ده يمكن راجع على شوية بطء في الاستخدام احيانا بتاخد ثلاث ثواني كده او اقل علشان تخرج من برنامج وتروح على الهوم او انك تنتقل من برنامج لبرنامج ويمكن اللي مؤثر قوي موضوع البصمة البصمة موجودة في زرار الباور وبمجرب ما بتلمس البصمة تبص لقى التليفون فتح ولكنه ما بيفتحش بسرعة بياخد فترة كده على بلا ما يعمل انيميشن للشاشة كده علشان تفتح تقدر انت تلغي طبعا ان انت بمجرب ما تلمس البصمة انها تفتح علشان طول ما انت ماسك التليفون هو هيعتبر ان دي لمسات خاطئة للبصمة فانصحك ان انت تروح للإعدادات وتلغي الموضوع ده وتخليها بالضغط يعني لما تعوز تفتح التليفون تضغط على زرار الباور علشان يقرى البصمة ويفتح نيجي بقى الموضوع الكاميرات ويمكن الكاميرا الخلفية اللي موجودة في التليفون ده كاميرا من الكاميرات المحترمة جدا ولكن تظل معالجة شاومي للصور احيانا فيها مشكلة وتحديدا لما تيجي تصور حاجة وفيه وراها سمة وضوء وسحاب التركيز كله بيكون على الحاجة اللي انت بتصورها وبيهمل تماما الحاجة اللي في الخلفية وبالتالي الديناميك رينج بيبقى شكله مش حلو لما تيجي بقى تقارن ما بينها وما بين معالجة الكاميرا بتاعت جوجل بالرغم ان هو ده مش اصدار رسمي وانما اصدار معدل فلو خدت صورة في نفس المكان بنفس الزاوية تلاقي بقى الالوان اختلفت تماما وخصوصا في الخلفية ظهر فيها شكل السحاب بشكل افضل انما لو حتصور منظر طبيعي او شكل طبيعي مفيش فيه تحديد او حاجة قدامك حتصورها فانت بتلاقي الالوان تقريبا واحد ما بين الكاميرا بتاعت شاومي وما بين كاميرا جوجل ده يمكن بينعكس بقى على الكاميرا الامامية الكاميرا السيلفي بتلاقي الموضوع ده واضح جدا الديناميك رينج ضايع السماء وراك او اي شيء وراك بتحس ان هو لونه باهت قوي مفيش اي تفاصيل فيه لكن على العكس لو صورت بكاميرا جوجل حبص تلاقي فيه تفاصيل كتير ظهر طبيعي ان محدش بينزل برنامج كاميرا جوجل الا الناس اللي فهمها في الموضوع وبتدور عليه وعارفها ازاي تقدر انها تسطبه ولكن انت كمستخدم حتستخدم الكاميرا العادية ويمكن مش هتعجبك الكاميرا السيلفي في ضوء النهار او الضوء القوي اوي ولكن الكاميرا الخلفية مفيش عليها اي ملحوظات الا نقطة ان انت تكون برضو بتصور شخص او شيء وراه فيه سمى منورة فمش هيظهر فيها التفاظيل اخر حاجة البطارية البطارية اللي موجودة في التليفون ده اداءها عظيم يعني حكى فيك اليوم كله بكل اريحية البطارية حجمها 5160 ميلي امبير بطارية عملاقة وهي دي اللي مسببة الصومك بتاع التليفون معاها شاحن سريع بيشحن البطارية اول نص ساعة بيشحن 55% وعشان تشحن التليفون 100% فهتشحنه في ساعة الا ربع طبعا بطارية 5000 ميلي امبير او 5160 ميلي امبير وتتشحن بالكامل من صفر المية في المية في ساعة الا ربع اعتقد ده امر مهم جدا وفي نفس الوقت اداءها بيكفيك اليوم كل طبعا عارفين ان التليفون نزل بنسختين نسخة 64 جيجا ونسخة 128 جيجا النسخة 64 جيجا ب4000 جنيه وال 128 جيجا ب4400 جنيه دي كانت نظرة سريعة كده عن البوكو اكسس ري نظرا لان انا جربته 3 ايام ومش عايز اتأخر عنكم في الفيديو وخصوصا للناس اللي خلاص واخد القرار بس منتظرا ان هتعرف شوية معلومات عن التليفون اتمنى يكون الفيديو مفيد بالنسبة لهم واشكركم واشوفكم في فيديوهات تانية في امان الله